عودت الأمطار بفضل الله بعد انقطاع دام أكثر من 30 يوم حالة قوية من عدم الاستقرار غدا بمشيئة الله أمطار غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل غزالين قهوة سريعة التحضير الباطون الرغوي للعزل الحراري من أيريوم لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقص العرب أسعد الله مساءكم من المتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة بحالة قد تصنف بأنها قوية من عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء بمشيئة الله لتنخف الدرجات الحرارة وتصبح أقل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت العام الأجواء متوقع أن تكون باردة نسبيا في معظم المناطق إلى باردة ليلا وإلى تفاصيل الهطرات المطرية المتوقعة بمشيئة الله متوقع أن تهت الأمطار في ساعات نهار يوم الثلاثاء على معظم مناطق المملكة كما نشاهد شدة هذه الأمطار وغزالتها تكون في المناطق الجنوبية والشرقية وأيضا في البحر الميت في المناطق الجنوبية أيضا في ساعات النهار متوقع أن تشمل العقبة وأيضا نود التنبيه من تشكل السيول المفاجئة تحديدا في منطقة العقبة وباقي المناطق بسبب شدة وغزالة الأمطار بمشيئة الله متوقع أيضا أن يكون هناك بعض الصحب المنخفضة خلال ساعات الليل في ساعات الليل أيضا يوم الثلاثاء على الأربعاء تستمر هذه الأحوال الجوية كما نشاهد تبقى هناك فرص لزخات من الأمطار وأيضا تساقط للأمطار في معظم مناطق المملكة وتكون الأجواء باردة وهناك فرص لتشكل الضباب بمشيئة الله في ليل الثلاثاء على الأربعاء بعض التحذيرات والتوصيات تحديدا في هذه الحالة الانتباه من مخاطر تشكل السيول وبخاصة في المناطق المنخفضة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول نتيجة لذلك وأيضا الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب احتمالية تشكل الغبار المرافق للسحب الرعدية في هذه الليلة في العاصمة عمان تحديدا الأجواء تكون كالآتي غبار خفيف درجة الحرارة تصل إلى 11 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 9 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة يوم الثلاثاء كما ذكرنا سابقا أمطار رعدية بمشيئة الله نهارا 16 درجة مئوية وأمطار أيضا في ساعات الليل لتصل إلى 8 درجات مئوية يوم الأربعاء فرص زخات من الأمطار تحديدا في ساعات الصباح الباكر من 11 نهارا إلى 7 درجات ليلا يوم الخميس ترتفع بشكل بسيط درجات الحرارة لتصل إلى 15 درجة مئوية نهارا وتسع درجات في ساعات الليل ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في الكرك فرص زخات أمطار رعدية 16 إلى 12 أمطار رعدية في المفرق 18 إلى 9 جرش 19 إلى 11 وأيضا في عجلون من 15 إلى 10 درجات وفي جميع المناطق هناك أمطار رعدية بمشيئة الله في الزرقاء كذلك الأمر 19 إلى 11 البلقاء 15 إلى 8 درجات مادبة 15 إلى 10 عمان 16 إلى 8 درجات وفي البحر الميت أيضا هناك فرص للأمطار من 23 إلى 17 درجة مئوية في الكرك 16 إلى 10 طفيلة 14 إلى 7 في معان أيضا مع رياح مثيرة للأتربة وفرص للأمطار 19 إلى 6 درجات في جبال الشرام من 12 إلى 5 درجات في العقبة من 23 إلى 14 درجة مئوية وأيضا أمطار تشمل العقبة بمشيئة الله في المناطق الشرقية هناك أيضا رياح مثيرة للأتربة في الرويشة 26 إلى 9 درجات في الصفاوي 24 إلى 9 درجات وفي الأزرق أخيرا من 25 إلى 10 درجات مئوية نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير الباطون الرغوي للعزد الحراري من أيريام لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري